أكدت شركة الكهرباء الوطنية قدرة شبكة الكهرباء للتعامل مع أي زيادة بالأحمال الكهربائية خلال فترة تعرض المملكة للكتلة الهوائية الحارة التي بدأت اليوم ومن المتوقع أن تستمر حتى مساء يوم الثلاثة المقبل مدير دائرة تخطيط الإنتاج في شركة الكهرباء الوطنية المهندس أيمن الزغل أكد لنشرتنا أن جميع الوحدات التوليدية في المملكة عاملة حاليا ولا يوجد أي منها تحت الصيانة حيث تبلغ قدرتها التوليدية 4000 ميجاوات وبيّن أن التوقعات تشير إلى أنه سيطر ارتفاع على الحمل الكهربائي يومي الاثنين والثلاثاء بحيث يلامس 3100 ميجاوات وأن يبلغ 2950 ميجاوات يوم غد مع بدء عودة العمل في الوزارات والمؤسسات وأشار إلى وجود ثماني محطات توليد كهرباء رئيسية تعتمد على الغاز بنسبة 95% والجزء المتبقي على الوقود الثقيل والطاقة المتجددة مشيرا إلى أن الطاقة الشمسية والرياح لا يعتمد عليها كثيرا عند ارتفاع درجات الحرارة بشكل كبير في عمليات التوليد خاصة في الفترات المسائية